مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخيرا الحمد لله بخير اليوم قررت أشرككم معايا في عمل حديقتي في بيتي فعندي هذا اسمه raised bed نعبيه تربة ونحط بيه زرع زراعة المنزلية فصناعت هذا سرير مرتفع بقى بس انه أجيب التربة وزرع بيه زرع واليوم راح أصناع السرير مرتفع الثاني السرير المرتفع هذا إلى أكثر من طريقة للصناعة اشتريت أربعة من هذول ومجرد أنه راح أجيب الأخشاب أجيب هاي القطع بالزوايا أركبها بالمسامير كل شخص عنده إبداعات خاصة بصناعة ال raised bed الخشب تقدر تجيبه من أي مكان وببلاش أحيانا تقدر تسوي ال raised bed كامل ببلاش أو بسعر زهيد جدا فمن اشترينا مواد السقف الخارجي اجوا إياها الخشب أثناء النقل اجوا إياها خشب أريد القياسات تكون متساوية فرح أحط هذا الطرف هنا والطرف الآخر هنا أول خطوة راح أسويها ألبس قفاز بالمعكوس المرة الماضية شوفوا صبعي تقريبا نشق بالمنشار راح ألبس القفاز بهذه الطريقة حتى إذا شقيت شي من يدي راح يجي بالقفاز ما راح يجي بيه هيا أول خطوة ثاني خطوة هذا الشي راح أثبت بيه الخشبة على الخشبة حتى من أقصها يعني تكون بالضبط نفس القياس وتكون ثابتة بمكان واحد فرح أقصها عدل جدا صغيرة أعزائي المشاهدين محاولة فاشلة راح أبدأ قصها هنا مجرد أعلم عليها وراح أقدر أنقلها بعيد وشوية أحط تحتها خشبة حتى يسهل عندي عمليات القص ونقص شعور حلو أن الواحد يكون صناعي حتى لو صناعي بتشذب يعني أنه سوى مشروع صناعي بس هو مو صناعي صناعي يعني شايفين أغنية فيروز الحلوة دي قامت تعقن بالبدرية أنا أحاول شوف قدر الإمكان أن أخليه مستقيم بس هو راح مال مو مشكلة ونقل بهاي الخشبة بهذه الطريقة حتى للسهولة طبعا هنا أكو بعض العفن وهذا الشي طبيعي العفن راح يكون شي طبيعي من الطبيعة ورح يتحلل ورح يزول ويرجع ويزول ويرجع وهذا الشي طبيعي يعني طبيعي أنه يعيش أصلا هو خارج يعني مع الزريعات يعني هو مو عايش وياكم داخل البيت فعالي لا تخافون أوكي حسنا نجيب القطعة الثانية ونقصها بنفس الطريقة أوكي يا صدقائي بدأت تمطر عندنا وأنا ومستعدة لهذا المطر فرح أدخل إحنا ولايتنا الجو بيها مفاجآت يعني يقل لك اليوم ما رح يمطر ويمطر تمطر الدنيا إذا قل لك اليوم الجو جميل وشاعري وفجأة تشوف الجو جميل وشاعري وفجأة يجي لك هذا إعصار خلينا ندخل رح أدخل وياي المنشار والأدوات طبعا هاي العروسة سيارة صورت لكم إياها سنة 2017 تقريبا ولازلت موجودة عندي العروسة وكل ما أحبها طبعا هنا أنا أحط علامة مع الفلسطين Stop the violence يم بيتنا أكو حارة اليهود وحارة اليهود حاطين قدام بيتهم We stand with Israel فإحنا قلنا ليش هم يحطون فإحنا نقول stop the violence إنه أوقف العنف أنا عندي شجرة تفاح طبعا التفاح اللي بيها بعدها غير ناضج شوفوه وبعض التفاحات سقطت على الأرض مثل ما تشوفون التفاحة هيد شكلها ولا إنه تقدرون تأكلوها كتفاح حامض يعني طعم غريب يكون بيها إن شاء الله يعني بد نهاية الصيف يكون عندنا محصول أنا مستخدمين للقراج مخزن ما مستخدمين للسيارات شوفوا عندي هاي المرسيدس وقفة بره يتيمة بس بعدنا إحنا صار لنا شوي ساعة كنين بهالبيت في يعني بعدنا نرتب هاي الأمور لازم تنشال مثلا هذا الخشب خلاص لازم نتخلص منه ما عندي مسمدة والدنيا دعتم طران وقاعد أصور لكم ما أدري ليش عندي هنا مسمدة أي مواد عضوية نجيبها ونحطها هنا أي شيء زايد نخلى أدخل البيت هساو بعدين أكمل لكمه خلاص المطر الدنيا مبللة بس نقدر نشتغل بهذا الجل شوفوا هذا كلينس على قشر موز أفوكادو من مخلفات وفضلات المطبخ نفتح المسمدة ريحتها مزعجة جدا ويطلع منها ذبان الريحة كلش كريهة فلازم نغطيها فنبدأ نحرك بهالطريقة هاي يكون ريحته كلش كريهة بالنتيجة راح يكون مواد مفيدة ورحسا راح أكمل قص الخشباية هاي طبعا الدنيا مطرت وراح تمطر مرة ثانية لازم أخلص المشروع هذا قبل لا تمطر ما الواحد أحط لأم كلثوم ليسمع أنا هجي جنت أسوي بحديقتي هدي قاتل الثنين القبل جنت أحط أم كلثوم وقعد أسمع أطرب على أم كلثوم راح نحط القطعة المعدنية اللي هي هاي إنو أنا ما عندي هواي براغي فعندي مسامير وعندي براغي فراح أحط برغيين بكل وحدة والباقي راح يكون مسامير نكون حذرين نكون هاي القطعة نحطها صح بهاي الطريقة مرغيين والباقي راح أسويهم مسامير هذا أول مصمار دقينا ركبت القطع هاية يتركب عليها هذا بشكل عمودي بهالطريقة الدقة غير مطلوبة أو غير ضرورية لكن حلو إنو نكون يعني قدر الإمكان دقيق هس نكمل البرغي أوكي ضبط البرغي أول ما يضبط البرغي هاي القطعة راح تثبت إلكم ضبطنا هس نجيبي المصمار شان هذا هو البرغي الأول وهذا هو البرغي الثاني وهذا هو المصمار ومدي قمس مار بهالطريقة شوفه شلون يا سلام ولازم أرجع أعيد نفس الموضوع بأربع زوايا شنت مستأجرة أرض بكنيسة شان والدي الله يرحم كان يعني قاعد يمر بمرحلة المرض كمتنفس إلي شنت أروح لحديقتي واهتم بيها وزرعتها باميا وزرعتها هواي أمور وحصدتها وبعت من الباميا حتى الكيلو شنت أبيع الباون شنت أبيع بعشرة دولار والناس تشتري من تزرع الباميا وهي صغيرة أنت تحصدها فتطلع لك باميات أكثر نفس الوقت أنت تحبها يعني صغيرة يعني حلوة يعني تسهلة الأكل وهي صغيرة فمن شنت أسوي باميا من شنت أزرع باميا وبيع الناس جانوا يحبون أنه هي صغيرة شي نادر شي غير موجود بأمريكا كان عنتي حديقة شبيرة كنسلتها اشتريت بيت وانتقلت إليه وسويت حديقة هناك داخلها ذاك البيت بعد ما زرعتها وتعبت بالحديقة وعشت بالبيت سنتين بعدين تغيرت حياتي لأنه لقيت شريك الحياة الخاص بي فتزوجنا واشترينا هذا البيت فهذا البيتي الجديد يعني هذا صار لي شهرين عاشة بهذا البيت هسا راح أبني حديقة جديدة بهذا البيت بعد ما بنيت حديقة بالكنيسة وتركتها وبعدين بنيت حديقة ببيتي وزرعتها بس تركتها للمستأجرين أنه هم يهتمون بالحديقة هذيج بس هسا أنا راح أبني حديقة جديدة هنا الريز بيد هو أهم من أهم الأشياء للزراعة المنزلية لأنه هذا الريز بيد أنت راح تحصر به نوعية من التربة كلش ممتازة وتحط عليها سماد جودة جيدة للتربة وتحصرها بمربع صغير فتقدر تزرع محاصيل هواية بمكان صغير أوكي أصدقائي هذا هو الشكل مثل ما تشوفون شكل البيد الأول السرير الأول هذا السرير الثاني اليوم زوجي جاب مو اليوم هون جابهم ذاكي اليوم بس أنه هم هذول للأتربة أفتحهم كلهم قدامكم و راح أفرغهم بالسرير المرتفع خليه نسميه سرير المرتفع طبعا هاي التفاحات قاعد تزعجني كل يوم قاعد تطيح كمية كل شي كبيرة وقاعد أجمعها قاعد أحطها بالمسمدة سوين ثلاث بيدات ثلاث سرائر مرتفعة واحد قدام واثنين هذول كلف 400 دولار يعني تقريبا 130 دولار للبد الواحد هنا هنا تاب سويل كلينا نشوف تاب سويل تهوية للتربة يكون كلش خفيف وياخذ يستقبل الماء ويننفخ ويسوي تهوية للتربة عدنا هنا فيتماس نفس الشي هذا تهوية للتربة وزنه كلش خفيف لأنه هو فلفي يكون يعني مثل الإسفنج مثل القطن نفس الشي هذا تهوية للتربة هذا أورغانيك كومبوست أنمانور سماد وفضلات راويتكم كل الأشياء الموجودة سرح أصور لكم وأنا أفتح جدا أنا متحمسة أشوف شجرة التفاح مالتي شينو تطلع لي طبعا هذا كل كيس من هذول الأكياس وزنه 26 باوند فوق العشرة كيلو وأنا قاعد أصور لكم المرة الماضية أحس نفسي كلش قاعد أحتيو وياكم برسمية صار لفترة كلش طويلة لم أمسوي على يوتيوب شوي شوي أتعود عليكم من جديد يعني ونرجع لحماسمة الهند الدير اللي هو أنا أريدة يعني هذا خفيف كلش هاي تهوية التربا طبعا جارتي ذاكي اليوم كلش حبت فكرة وقررت هيها متسوي سوتها والله مثل ما تشوفون هنا بديت أفرغ السرير المرتفع من التربا اللي موجودة الأكياس الموجودة حطيت التراب مثل ما تشوفون وبعد ما حطيت التراب فرغت عليه البيت موس أو سموه بالعربي البيت موس اللي هو كتهوية للتربا هنا جبت المحراثة حتى أخلط شفت أنه عملية الخلط بالمحراثة صعبة ففضلت أن أخلط بإيدي مثل ما تشوفون بديت أخلط بإيدي بعدين قلت بدل ما أخلط خليني أصب كل المواد وخلصها فحطيت هنا نوعين من أنواع التهوية للتربا واحد اسمه بيرلايت والثاني اسمه فيرميكولايت وبعد ما خلصت تفرغت أكياس تهوية التربا رجعت حطيت تربا فوق الأشياء اللي أنا حطيتها وبعدين هنا بديت أخلط بإيدي لازم كل المواد تنسجم وتتجانس مع بعض طبعا عملية تخلط كل اللي كانت صعبة فقررت أنه أكمل ثاني يوم وثاني يوم رح نقللكم إياه فيديو كجزء ثاني لهذا الفيديو فهذا تريدون تشوفون شنو سويت بالجزء الثاني تابعوا القناة وسووا لي اشتراك وضغطوا على زر الإشعارات وشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي مع السلامة